اقترب محمود شبانة مدافع نادي الزمالك من الانتقال لصفوف الانتحاد السكندري على سبيل الاعارة لنهاية الموسم مقابل 3.5 مليون جنيه بعدما فشلت صفقة انتقال اللاعب للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب المغالاة المادية لللاعب بعدما عقدت اللجنة الفنية للدرويش برئاسة حمد المصري وعضوية أشرف خدر ومحمود حسن بجانب لجنة التعاقدات التي تضم أحمد سمير فرج وسمير نصر وأحمد الشيخ اجتماعا مع محمود شبانة لاستعارته لنهاية الموسم في ظل وجود أزمة في قيده بصفوف نادي الزمالك بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي أسوان لمدة ثلاثة موسم بسبب وجود قرار من الاتحاد الدولي الفيفا بحرمان الفريق الأبيض من قيد الصفقات الجديدة كإجراء عقابي وطلب محمود شبانة من المسؤول الإسماعيلي رفع العرض المادي لاستعارته حيث عرض مسؤول الدرويش 2 مليون جنيه إلا أن اللاعب أخبرهم برغبته في الحصول على 3 مليون جنيه ونصف قيمة الأعارى لنهاية الموسم لا سيما أنه يملك عرضا بنفس القيمة من نادي الاتحاد السكنداري لتتوقف الصفقة للمرة الثانية ويصبح اللاعب قريبا من الانتقال لزعيم الصغر بناء على رؤية عسام حسن المدير الفني للاتحاد السكنداري